عايزة نسحد فيهم لكن طلعهم جوب كبار صح صح مبروك للإسماعيلي مليون مبروك للإسماعيلي والكلام الحلو ده نتمنى أن نسمعه دائما لكن في سياقات أحلى كثيرا من اللي عاشها الإسماعيلي في المرحلة الحالية البنك الأهلي وغزل المحلة محاولات كتير قوي للمحلة وجدية أكتر البنك الأهلي كان عايز التعادل على ما يبدو لكن تعادل بالفعل وصلنا إليه المحلة في موقف صعب البنك الأهلي نجى من الهبوط بص أنا دائما أقول لك على الحاجة الحلوة وما بتحصلش لما بتحصل حاجة أقول لك أنا أقول لك كذا أنا بصراحة كانت آخر حاجة توقحها اللي المحلة يبقى في الموقف ده المحلة بدايته كان قوية جدا وفرقة قوية جدا وعندها لعيبة عندها إرادة وروح وهو الحاجات دي كلها لكن وصلوا إزاي للمركز ده والموقف ده ده اللي مستغرب له دي خانتني إيه المشكلة اللي حصلت في نفس المسلم رحيل مدير فني هي اللي تعمل كل ده أعرفش تقريبا مهي ما لعيش حالة غير كده فكت ولا القايمة دي ما كانش يطلع منها النتائج المبهرة بتاعت البدايات دي والناس علت الطموحات في البداية بسبب النتائج الحلوة قدام أنت شفت حاجة كويسة هاني معناه أنه ممكن تكمل برافو عليك نزلت بقى في حاجة غلط نزلت بقى في حاجة غلط لكن هما البداية بتاعته كانت كويسة جدا كانت تأخذ حساباتي خالص هاي إن محل يحصل فيها حاجة أعتقد يمشي كلامك اللي قلته عن سيراميكا كليباترا على البنك الأهلي كمان ما كانش متوقع إن هو يوصل للمنافسة على الأخير جولتين برافو عليك هم الفلتين دول بس يعني البنك الأهلي بالضبط نفس ظروف سيراميكا إمكاناتهم عالية لعباتهم كويسة أجهزة فنية كويسة إيه اللي حصل فعشان كده يعني الموسم ده هاني لابد من تتحط كده تحت الميكروسكوب وتقول إنت النهارده بتتكلم في هاني معدئ إذنك يعني إذا بتتكلم في المركز السادس المؤيين العرب تلاتة واربعين بونط النهارده سيراميكا كليباترا غوفاركو واحد واربعين بونط اللي عليه قلق عنده تلاتة وتلاتين بونط وستة وتلاتين بونط مضبوط تمام فإنت النهارده يعني مش فرق كبير قوي صح لكن لابد المؤيين العرب حصد الدور الأولاني والطمن الدور التاني حصل مضبوط عشان كده أنا بقول في الدور المصري إيه عايز تخليك في الدور الممتاز الدور الأول خد نقط فيه عشان ما تلعبش تحت ضغطه في الآخر ده عكس بقى الفرق لا بتنافس على ده عايز واستمارية من الأول للآخر مظبوط فأعتقد أن الدور ده هيبقى درس كبير جدا لأمدية كتير جدا ما تقعش في هذه الظروف تاني لأن الدور السنة جاية قوي مظبوط الدور السنة جاية قوي إن شاء الله طلاقع الجيش فاز على أسوان فنجى طلاقع الجيش وأسوان ضمن الباحثين عن طوق النجاة في الجودة الأخيرة كلمة السر عبد الحميد باسيوني عبد الحميد باسيوني جي تقريبا جاب 11 و 12 شربون طلب دول فرقه مع طلاقع الجيش ما تقوليش بقى إزاي وليه والحاجات عميد باسيوني يكسب ترى يعني ما أقولكش إزاي وليه يعني حتدخلني بقى ميلي كان مسك قبليه وعمل وأول حاجات دي كلها ما ليش جعل لكن الراجل جيه مسك الفرقة تمام وحصد نتائج لأن نفس الظروف أنا مريت بيها نفس الظروف أنا مريت بيها تمام وكان عمل نتائج كنت عمل أداة مع المقاولين مع المقاولين ومرة واحدة النتائج اتغيرت وهو الحاجات دي كلها فطلاق الجيش فلت لأن طلاق الجيش حقيقة من أول الموسم هو تحت حقيقة من أقل الفرق فنيا هذا الموسم جملة قوية لكنها حقيقية طلاق الجيش من الأندية اللي مدتش بصمة ولدت قدت للمشاهد متعة في أداة في خلال موسم كامل حقيق فده لازم بشطب برضو لازم يبقى تمام أخيرا وإحنا بنختم دلوقتي الصراع سلاسي لو قلنا أن اسموحة لسه عنده ماتش أمبي بكرة قبل الجولة الأخيرة بتاعتها المصري فاسموحة ممكن يكون موبيت في اللعبة 36 نقطة لكن الصراع الحقيقي هو أصوان محلة داخلية المحلة هيلعب مع الحدود أصوار هيلعب مع الداخلية ده الجولة اللي جاي مين هيحبط مع الحدود أنا بش أقول بش أجاب بش أجاب على السؤال ده بس أنا أقول جملة واحدة هقول جملة واحدة أتمنى من ربما سبحانه وتعالى اللي كل الفرق تراعد أمرها في أداء مبارياتها لأن ده مجوز ناس وكل واحد يلعب ويطالع اللي عنده والأحق هو اللي واحد طب بكل صراحة في حد حسيت في الفترات الماضية حتى اليوم إنه هو ملعبش جامل بش أجاب بش أجاب بش أجاب بس أنا بس أنا أتمنى إن كل نادي اللي ضمن مركزه واللي ضمن اللي هو يبقى يروح أفريقيا واللي ضمن اللي ضمن الهبوط واللي ضمن اللي هو يعني عايز نقض كل الأندية تراعد أمرها تمام